موسيقى هذه أبرز العناوين نجم مغربية يضغط على وليد الرجرقي وحضوضه في المشاركة في الكان ترتفع كثيرا وليد الرجرقي يفاجئ كل المغرب ويختار بديل النجم المغربي نصير مزراوي في كاسمم إفريقيا المنتخب الوطني المغربي للإناثة الأقل من 15 سنة يسحق نظيره المصري بتمريل سفر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة المدارس نادي ويسام يونيتد الإجليزية يجهز بديل نجم المغربي نايف أكراد في حال ترحيله في الميركات المقبلة يضغط نجم نادي ريالبي تيسلي إسباني المدافع صدريادة على الناخب الوطني وليد الرجرقي لضمه إلى قائمة المنتخب المغربية الخاصة بكاسمم إفريقيا 2023 ويقدر شادي رياد المعارم من نادي بارشلونة إلى نادي ريالبي تيس مستويات رائعة رفقة فريقي الأندلوسي هذا الموسم سواء في الدول الإسباني أو الدول الأوروبية وارتفعت أسهم شادي ريادة بعد الأداء الكبير الذي قدمه في مباراة ريال مدريدة حيث وقف سدا منعا أمام نجم الفريق الملكي والسهم في خروج بيتيس بنقطة ثمينة في المباراة التي انتهت بهدف لمتليها وأشاد مانويل بيلنغري مدرب ريال بيتيس بسم السوى وآداء شادي ريادة حيث قال في تصريحات صحفية أن الأخير يقدم موسما رائعا مع فريقي وسعيد من أجليها وكانت صحيفة مارك الإسبانية أشارت إلى أن بيلنغري يخشى فقدان شادي ريادة في حالة تألقه أو دعوة للمشاركة في كاسم أفريقيا مع المنتخب المغربي نظر للمستوى الكبير الذي يقدمه في الدفاع النادي الأندلوسي وسبق لواليد الرجراجيان استدعى شادي ريادة إلى قائمة المنتخب المغربي في شهر معرس الماضي الخاصة بمواجهتين برازيل والبيرويديتين تلقى وليد الرجراجيان مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدمة ضربة موجعة بعد إصابة المغربي نوصير مزراوي لاعي فريق بير ميونخ الألماني في عضلة الساق خيال مباراة موشيستر يونايتد ثلاثة الماضي في رسم الجولة الأخيرة من مباراة دور مجموعات لدور أبطال أوروبا ويدرس الناخب الوطني وليد الرجراجي بعض الخيارات لتعويض نوصير مزراوي في المركز الضهر الأيسر في حالة غيابها عن الكان إما عبر توجيه الدعوة إلى آدم السيناء لعاب أودينيز الإيطالي أو استدعاء الموهوب الصعيد في ريال مدريد إنريكي خديمة وبات المدافع المغربي نوصير مزراوي مهددا بالغياب عن اللائحة النهائية لبطولة كالصمام إفريقيا الكوديفورة 2023 التي تصدفها الكوديفور في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير وال 11 فبراير المقبلين وذلك بعدما حدد المعلق البفاري مدة غياب عن الملعب في ستة أسابيع صحق المنتخب الوطني المغربي للإينات لفئة أقل مز 15 سنة نظيره المنتخب المصري بتمانية نظيفة في إطار تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة المدارس المقامة في المصر وإستأسد المنتخب المغربي في مواجهة نظيره المنتخب المصري حيث تألقت كتيبة الوطنية محققة انتصارا صحقا بالأداء والنتيجة وفي المقابل فشل المنتخب المغربي الأقل من 15 سنة في السير عن نفس النهج بعد هزيمته أما مناظره المصري بهدفه لوحيدة ويذكر أن تصفيات شمال إفريقيا تجرى حاليا في مصر في الفترة ممتدمة بين 14 إلى 20 من شهد جانبه الحالي وتعرف مشاركة المغرب وليبيا إلى جانب مصر تعكف إدارة فريق نادي ويسام يونيتد الإجليزي لكرة القدم على إيجاد وديلة للدول المغربين إف أقرد المرشح بقوة الانتقال إلى ليون الفرنسي في المركات شاشو المقبل أو الصيفي وأوضحت صحيفة داسو البريطانية أن دان عكسيل زغادو مدافع شوش غارط الألمانية سيكون البديل لأكرد في حالة حاصلة على الضوء الأخضر للإندمام إلى ليون وشدد المطل المصادر نفسها على أن الفريع ليون أبدى رغبته الجامحة وإسرار كبير على اعتقاد على الدول المغربي نيف أكرد إما خلال يناير المقبل أو في المركات السيف القادمة واستغرقت الصفقة البريطانية لفكرة المطارق بالتخلي عن نيف أكرد وإنتداب زغادو لا سيما وأن اللعب شوش غارطة يلزمه الكثير من وقت الالتقام والتأقلم مع نادي ويسهام وختم المصدر ذاته أن مدرب ويسهام سيستثمر في اعتماد على ثنائي أكرد وزوم في محور الدفاع حتى يتضح مستقبل دول مغربية مع الفريق الإجليزي وتجدر الإشارة إلى أن نيف أكرد كان قد وقع في كشفات نادي ويسهام الإجليزي السيف الماضي ودت خمس سنوات قادمة من رين الفرنسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة